موريس الخط الدفاعي الأول عن الضالع هذه هي التسمية العسكرية التي أطلقت عليها مؤخرا كونها المدينة الأبرز لوقف تمدد الميليشيا نحو المحافظات الجنوبية ولا يكاد الوضع يهدأ في جبهتها المختلفة حتى تعود المواجهات بين الميليشيا والمقاومات من جديد الأطراف الشمالية لهذه المدينة وتحديدا في قرية النجد القرين تشهد مواجهات اعتبرت الأعنف من نوعها مصادر في المقاومة أفادت أنها اقتحمت موقعا الميليشيا في ذات القرية ما أدى إلى مقتل سبعة منهم وإصابة عشرة آخرين لم يتوقف الأمر عند المواجهات وتبادل الأعيرة النارية الحسب بل قامت الميليشيا بمداهمة المنازل واختطاف المدنيين ليكون حميد الصيادي ضحية جديدة للميليشيا بعد أن تم اقتحامه وانزله واختطافه من بين أطفاله وإعدامه علنا بحسب شهود عيان إذن ما تزال الميليشيا تدمر كل جسورها مع المستقبل ولا تزال آلة القتل التي اتخذتها منذ الهلة الأولى لانقلابها هي الثابت الوحيد في معادلة الحرب التي لا يراد لها أن تتوقف